برأيك هل ينتقل بالفعل رونالدو إلى يوفينتوس؟ في كل فترة انتقالات يتردد أن رونالدو سوف ينتقل وفي الأخير لا ينتقل هذه المرة بالذات قد ينتقل كريستيانو رونالدو الجرل بينه وبين دارة ريال مدريد انكسرت تماما يريد تحديات جديدة ويفونتوس جاهز ليعطيه هذه الفرصة ليكون هو النجم الأول والأوحد وإذا فاز طبعا بدور الأبطال سوف يكون الأول ولكن ارتفاع راتبه المبلغ فيه نظرا أو مقارنة بباقي اللاعبين هل سيسبب مشكلة في يوفينتوس؟ يوفينتوس حتى استقدم كريستيانو رونالدو لا بد أن يتخلى عن بعض اللاعبين يعني هجوائيين راتبوا 9 ملايين يورو يجب أن يتخلص منه مواجم آخر مانزوكيش قد يباع كريستيانو رونالدو إذا جاء إلى يوفينتوس وهذه الفرضية أصبحت ممكن الآن سوف يتدخل بعض الرعاة لأجل تمويل الصفقة لكن المشكلة تبقى أن يفينتوس لم يعتد أن يبرم صفقات من هذا النوع أصلا لم يعتد أن يشتري اللاعبين من الطراز الأول أو الأفضل لاعب في العالم الآن ثم بعد ثلاث سنوات أو أربع سنوات ماذا سيفعل يفينتوس؟ لن يستطيع أن يبيعه أيضا هذه ليست طريقة إدارة يفينتوس إذا فعلت ذلك فهي فعلا تهدف إلى الفوز بدور الأبطال بأي ثمن كان ترجمة نانسي قنقر